اطلقت شركة كريم لتطبيقات النقل الذكية رحلة مجانية لنقل المصلين من رامالله إلى حاجز قلندية لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة أيام الجبع خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار للقدس رح أن نوصلكم وسيتم نقل أربعمائة من المصلين المتجهين إلى حاجز قلندية مجانا باستخدام حافلتين بحيث تقل كل حافلة مائتي مصل على أربع رحلات وذلك كل يوم جمعة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الخامسة صباحا وحتى العاشرة صباحا حيث وضح مدير عامل أسواق الناشئة في شركة كريم وضح أن الشركة بادرت إلى المساهمة في مساعدة المواطنين الراغبين في الصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمع خلال الشهر الفضيل لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومحاولة تخفيف العبء عن كواهلهم ومحاولات تضييق الاحتلال عليهم بالإضافة إلى توفير وسائل الراحة للمصلين لا سيما من كبار السن ومن الأسر الفلسطينية التي تتجه كل يوم جمعة للصلاة في المسجد الأقصى برفقة الأطفال عم نتجمع هون بخلال بساطة اتنين معنا أنه نوصل المواطنين من الضفة الغربية على أقرب نقطة للقدس اللي هو حاجس قلندية عشان يقدوا صلاة الجمعة بمسجد الأقصى والمبادرة تحت شعار للقدس رح نوصلكم يلا على القدس مع كريم وكررت هاي الفعالية من شركة كريم بالتحديد لأنه نحن نعرف قدي حجم المعاناة اللي حالياً عم بيمر فيه الشعب الفلسطيني تحديداً بناحية اقتصادية وحتى سياسية ونحن هاي مساهمة إلنا عم نحاول بقدر الإمكان أن نساهم مع الشعب ونقدر نقدم إيش للمصليين واللي حابين يروح على القدس أنه نقدم لهم هاي الخدمة المجانية بالتوصيلهم من رمالة ومن دوار المنارة لكل سكان الضفة الغربية